بين الناس أنتحكمو بالعقل عندما يقول الآيات تنى زمان أنتحكمو عندما يكون حكم لا يسمى أنه يكون حكم عدلية يكون قرار وعندما يكون حكم على النهاية أو أنتحكم أولا بسرعة الوصف عندما يكون حكمة أولا باوري الاسلامية حانب يقول أن حق و لا يقدر حق و لا يقدر حق و لا يقدر يعني أنه حق يحق أنه حق يحق هناك المثال في كوباني ما هو المثال في كوباني؟ المثال السياسي والبانغوازي كانت ضرورة داعشية وكانت بجارة سوريا وكانت رودين كورد لأنه يساعد المشاكل في حقوق المشاكل فإن يساعد المشاكل في الحقيقة لم يكن يستطيع أن تكون في المستخدر من هذا الوصف للغاية. ولكن لا يريد أن تكون الأمر الإسلامية فهل يزال أن يكون المكان ونقاربون ، إنهم يزالونونونونونونونونون منهم حينما يكون في المستخدرهم وكما أردت أن تكون لديك شخصاً وكما أردت أن تكون لديك شخصاً ما يفعله؟ يعني أن هناك المنطقة للحياس والسعوب والسعوب والحياس والخبار يعني البنطة للحياس والسعوبية التي تلقينها الإسلامية و بانقوازية وتحديث يجب أن يقوم بسرعة الإسلامية لأسان المقالية الصغير من البوسرين الذين يطلقونون أن الناس في الحالات أيضًا والإحشتية فيه ورأس اليسان على رجل أسان وقال لخصة الناس لغاية من البسرينات يصبح على المعضلة تعقل وعادة إلى المعضلة التي تكون أصبح ورحمة الناس و أن أصدر و أحسد البطور لأي من الذي يريد على جهده و لقد أحسد في كل الأنسان و فأم إن كانت أقليل على سوريا و أقول الآن إن أصدر بالجوز سوف أقضى سوف أقضى فالقسم هو تدرس وبالتالي أن نخفهم له أمر باب المت частоت في باب المتشفى فالبالبالبال الأوال يبقى إبقاط الناس في السمان السياسة فالحقوق الدين الإسلامي يتبعون حقوق الأن والأسفاد والبسال الآلة لأ slippers يتبعون باب المتشفى ويسدون لإسلام ويسدون بربع المتشفى أسنوان ببسلونا بل هو سعيد من الوصول الى هذه الاشتراك في الوصول الى الانسان وحاول الانسان بردء 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 بهذا الانسان وهو النساء لأنه لأنه يدرع من الوصول الانسان لا يرى سيستم ويسلمون المساعدة للشيء وهو يبلغ المساعدة للسلام وهو يبلغ المساعدة للشيء أو قليلاة تتعب بالمراسة القادمة لا يمكن أن ترى الهوال لترقب الإسلام ولكن هنا قليلاة هذا الهوال في التعب الناس لأن الناس المجالي وانهم يتعلمون مجالي يتعلمون لأنه مجالي حول الشكل. وأنه يتعلمون بأنه يكون مجالي. وأنه يكون مجالي. سوسرة مأملكة دولاتية مأملكة حدناء